مؤخرا عن دار الآداب رواية مواسم القرابين للكاتب الصومال صالح ديمة وهي روايته الأولى وتحكي مآسي الشعب الصومال خلال الحرب الأهلية وحكايات نزوحه وتشرده بين البلدان العربية والأفريقية هذه الرواية مناهة الرواية مواسم القرابين نالت إعجاب العديد من النقاط كما فازت بجائزة أسماء صديق للرواية الأولى في نسختها الثانية من بين ثلاثة مرشحين رئيسيين من الصومال وليبيا والجزار نعم خالد وجاء في تعريف الرواية المنشور على موقع دار الآداب أنها مع زوفة الأسى والسعي الأبدي نحو ما لا يدرك ولكنها أيضا كرنفال من المتعة لأن اللاجئين أيضا الحق في الحب والصداقة واللعب والرقص والاحتفال كرنفال من المتعة الفكرية ويضيف الموقع هذه الرواية تشهد فصولها كل يوم قصة أو قصة نحن جزء من تفاصيلها سواء ندركنا ذلك أم لم ندركه قصة أولئك الذين لفظتهم الأوطان فاحترفوا الإقامة في الترحام نعم خالد من كيسماو إلى نيروبي فاجدة يرسم صالح ديمة في روايته صورة اللاجئ الثابتة في الوعي حيث تختلف الأزمنة والأمكنة وطبعا يعني يظل اللاجئ هو اللاجئ جذور في الهواء ويحمل حيث ما وطأت قدمه وأشباحه ويقدم قرابينه نادرا يعني مونة ما تطرح في الساحة الثقافية مواضية عن الأدب الصومالي وخاصة باللغة العربية بالفعل يعني لكننا سنترح هذا الموضوع اليوم والحديث أكثر عن رواية مواسم القرابين للكاتب الصومالي صالح ديمة ينضم إلينا من بيروت الكاتب والناقد اللبناني سلمان زين الدين أهلا بك معنا أستاذ سلمان يعني رواية أولى للكاتب الصومالي صالح ديمة فازت بجائزة وأشهد بها كتاب ونقاد من خلال قراءة هذه الرواية هل نحن أمام مشروع رواي مهم أم أن الحكم على تجربة صالح ديمة الأدبية لا يزال نوعا ما مبكرا أولا شكرا لاستضافتي في هذا اللقاء ومن دواعي سرور أن أتحدث عن رواية جميلة هي الأولى لصاحبها مواسم القرابين هذه الرواية كما أشرتم فازت بجائزة أسماء صديق وهذه الجائزة مخصصة للروايات الأولى عادة وبالتالي يعني فوز هذه الرواية أعتقد أنه فوز مستحق نظرا للمواصفات التي تتمتع بها في المقدمة التي كتبها الصالون أو الملتقى الصالون الذي منح الروائي الجائزة ثمت إشارة إلى أنها جزء من مشروع يقوم به الروائي لقراءة تاريخ الصومال وبهدف يعني كسر الصورة النمطية المعروفة عن هذا البلد العربي وتقديم صورة مشرقة له أما هل هذه الرواية هي جزء من مشروع لست أدري الأمر مرهون بالمستقبل مع العلم أنها كرواية أولى وكبداية تبشر بالخير فصاحبها كتب رواية خالية من تعثر البدايات كتب رواية تشكل خطوة واثقة على درب طويل وأعتقد أن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى وهذه الرواية السيد سلمان حركت فينا فضول الأسئلة تتحدث هذه الرواية كما نعلم عنه الهجرة ومآس النزوح وهي مواضيع مطروقة صح لكن برأيك هل نجح الكاتب الصومالي في تجاوز الاستعارات التقليدية بهذه المفاهيم استطاع أيضا أن يطرح بصورة مختلفة برأيك أستاذ سلمان زين الدين نعم أعتقد أنه نجح في تجاوز المفاهيم التقليدية للهجرة والنزوح واللجوء إذا صح التعبير ذلك لأنه يصور الاقتلاع من الوطن بفعل الحرب ويصور الوجع الإنساني خلال جلجلة اللجوء التي يقوم بها مع أسرته أو التي يقوم بها الراوي أو بطل الرواية مع أسرته فنحن لسنا إزاء هجرة عادية ولسنا إزاء نزوح باعتبار أن نزوح يتم داخل الوطن نحن إزاء عملية لجوء واقتلاع من الجذور وهذه العملية يشوبها الكثير من الوجع والكثير من الحنين إلى الوطن والكثير من القلق على المستقبل بهذا المعنى يصبح أيضا الوطن هو الذي يلجأ وليس اللاجئ فقط وهكذا يكون قد تجاوز صالح ديمة المفاهيم التقليدية للجوء نعم أستاذ سلمان من خلال العنوان مواسم القرابين ثم فصولته وأسئلة الهوية التي تطرحها هل كشفت الرواية برأيك عن ملامح للأمكنة والمجتمع والتراث الصومالي يعني هذا البلد غير المعروف عربيا نعم صحيح يعني كما أشرتم مع الأسف الصومال غير معروف كثيرا على المستوى العربي وحتى أننا لا نعرف كثيرا من الكتاب والروائيين الصوماليين نعم قلة هي الأسماء التي نعرفها ولعل أهمية الرواية في أن صاحبها استطاع أن يضيئ لنا العالم المرجعي أو المجتمع الصومالي والأمكنة والحضارة الصومالية بين مزدوجين فعلى مستوى الأمكنة هو يتعاطى مع أمكنة واقعية يسميها بالإسم سواء على مستوى الأحياء أو الشوارع أو القرى أو المدن وعلى مستوى المجتمع نحن إذا فضاء روائي قبل عشائري ريفي إلى حد كبير وتتمظهر هذه العشائرية في عدد من الأحداث التي نراها في الرواية مثلا الجد في الرواية هو شيخ قبيلة وكان مهابا ومطاعا يفض النزاعات ويسرر الأحكام بالإضافة إلى ذلك نحن إزاء وقائع من الفلكلور الشعبي السوداني سواء فيما يتعلق بالعيد أو العرز أو اهتمام الأسرة بالأبناء والأحفاد وبهذا المعنى نكون إزاء فضاء روائي جديد سواء على مستوى الأمكنة أو على مستوى المجتمع أستاذ سلمانزل الدين قلت في معرض حديثك بأن هذه الرواية تحمل في طياتها الكثير وأنها تبشر بالخير نتسأل هنا أين تكمن بالتحديد قوة هذه الرواية أين مكمن القوة بالضبط كيف قرأت أستاذ بنيتها السردية وأيضا اللغة الأدبية التي انطوت عليها هذه الرواية نعم لعل ما حدى بي إلى القول أن هذه الرواية تخلو من تعثر البدايات أن بنيتها الرواية محكمة مكتوبة بإحكام وهي بنية متماسكة بامتياز اللغة هي لغة فيها تقشف تخلو من الإنشائيات ويكثر فيها الأمثال الشعبية أيضا هناك راون شريك في الرواية هو بطل الرواية المسمى مرقان الذي يقوم برواية الرواية وفق مسار رواي خطي تصاعدي تتماسك فيه الأحجار أضف إلى أن التصوير في الرواية هو تصوير واقعي إلى حد كبير نحن إذا رواية واقعية تصور تجربة معيشة إلى حد يمكن أن نعتبر أن هذا النص هو أقرب إلى سيرة رواية ذاتية منه إلى رواية متخيلة ذلك أن نحيز المتخيل في الرواية قليل إلى حد ما بينما نرى أن الواقعية هي التي تضغى على هذه الرواية أعتقد أن هذه المواصفات تبشر برواء واعد وتبشر بمشروع رواي أعتقد أنه سيكون أو سيحظى بموقعه في خريطة الرواية العربية أستاذ سلمان إذا دخلنا في صلب الرواية وسريعا ما هي الأحداث التي يعرضها الكاتب وهل هي واقعية أو على الأقل البعض منها واقعي إنها جلجلة اللجوء الصومالي تلك الجلجلة التي اندلعت في التسعينيات من القرن الماضي إثر الحرب الأهلية التي أدت إلى تمزيق الصومال وبالتالي نحن عندما نواكب أسرة البطل في لجوئها من مدينة كسمايو إلى مخيم في غينيا المجاورة إلى نيروبي إلى جدة في المملكة العربية السعودية ونرى المخاض العسير الذي خاضت فيه هذه الأسرة وما تعرضت له من تشرد وجوع ونوم في الأحراج ومشاهدة الخراب ومشاهدة القتلى والتعرض لتنمر السلطات في بعض المحطات تقصد السيد سلمان كما لو أنها رواية توثيقية لبعض الأحداث؟ ليست توثيقية أبداً إنما هي قريبة من السيرة الروائية هي واقعية إلى حد كبير وبالتالي مقنعة إلى حد كبير وعندما نقرأها نتفاعل مع شخصياتها وإبطالها ونتعرف فعلاً إلى مشكلة اللجوء التاريخية والتي هي موجودة مع الأسف في عالمنا العربي في هذه اللحظة التاريخية فاللاجئ العربي سواء أكان في الصومال أم في العراق أم في سوريا أم في لبنان أم في فلسطين أم في غيرها من الدول العربية هذا اللاجئ معلق مع الأسف بين وطن هجره ولا يستطيع العودة إليه ووطن يقصده ولا يقبل أن ينتمي إليه نحن أمام أزمة إنسانية بامتياز نعم شكراً جزيلاً على هذه المشاركة من بيروت الكاتب والناقضة اللبنانية سلمان زين الدين شكراً جزيلاً لك